اشتركوا في القناة والمحامين العرب الأساتيزة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المصريين وصلاني بأمس الموافق 13 ديسمبر 2020 على مكتبي بالنقابة العامة خطاب صادر عن الأستاذ المكاوي بن عيسى أعطى فيه لنفسه صفة أنه أمين أو الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والخطاب موجه من سيادته إلي إلى النقيب رجاء عطية نقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب الذي لفت ناظري في هذا الخطاب أول ما لفت أنه معطى تاريخ تسعة تسعة وعشرين حداشر الفين وعشرين وأنه لا يوجد ما يفسر تأخير إرساله إلى الموجه إليه في ذات المدينة وعلى بعض الخطوات من تسعة وشرين حداشر حتى تلاتاشر اتناشر أنا لا أسمح لنفسي بالتفسير وعلى الذي أرسل الخطاب أن يفسر هذه المفارقة اللافتة للنظر ده حاجة الحاجة التانية الموضوع إلغاء اجتماع المكتب الدائم بشرم الشيخ يعني السيادته قرب إلغاء الاجتماع أو اجتماع المكتب الدائم بشرم الشيخ والداعية إليه مصر منذ أوهائل نوفمبر الماضي أسبغى على نفسه أنه يتحدث بصفته قال بصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ونخلي بنا من التاريخ المنتخب بتاريخ خمستاشر حداشر الفين وعشرين ولا ننسى هذا التاريخ وأن أحد مقدمات وأهم أسباب اعترضنا على هذا هذا الاجتماع الذي تم على البعد أنه بلا دعوة من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الذي كان قائماً بوظيفته قبل حتى قبل يوم أو حتى يوم خمستاشر حداشر وأن الذي دعا إلى هذا الاجتماع سيد الأستاذ النقيب نقيب الأردن والذي انتهت ولاياته من شهور وموجود لتسيير الأعمال هذا كان في مقدمة حججنا للاعتراض على هذا الاجتماع على البعد وقلنا بالإضافة إلى إلى هذه الأزباد أن هذا الاجتماع لم تختر به نقابة مصر ولم تعلق به بل ولم يكلف الأستاذ الداعي خاطره الشريف بأن يتفضل على الأقل بالاتصال بنقيب مصر رئيس اتحاد الموحمين العرب ليختره على الأقل بهذا الاجتماع نخش بقى على الأسباب التي طرحها سيده قال بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من الأستاذ الأمين العام السابق الدعوة بغض النظر عن الجدل الثائر من السابق ومن الحال أنما الذي لا خلاف عليه أنه حينما وجه الأستاذ ناصر الكريوين الدعوة كان أمينا لاتحاد المحامين العرب بلا خلاف لما هو أطلق عليه السابق وهذا رأيه بس هو وقت ما بعت الدعوة باسم مصر كان أمين عام الاتحاد للاتحاد لاجتماع المكتب الدائم للدورة الثانية 2020 في ديسمبر بجمهورية مصر العربية مدينة شرم الشيخ وبناء أقربة بناء على دعوة نقيب مصر ما قالش ورئيس الاتحاد المحامين العرب لاستضافة أعمال المكتب ماشي وحيث أن قرار الأستاذ الأمين العام السابق جاء دون التشاور مع الأمانة العامة واتخاذ قرار من قبلها وفقا للقانون الأساسي افتكروا دلوقتي القانون الأساسي للاتحاد بالإضافة إلى عدم استشارة النقابات العربية لبحث موضوع مكان انعقاد المكتب دائم وابداء الرغبة في عقد الاجتماع القادم لدى إحداه عشان برضو نقف عند النقاط التي أفارها ساتور بعد ما قال أن القانون الأساسي يلزم بأن تكون الدعوة من الأمين العام وهنا موفقين على كيف اتنين أنه عدم استشارات النقابات الفرعية أنا موافع على كيف لبحث موضوع مكان لانعقار طيب سيادتك بقى نسألك يا أستاذ المكاري بن عيسى هل سيادتك وأنت تسبغ على نفسك بإرادتك أنك الأمين العام الحالي الاتحاد هل سيتك نفست قانون الاتحاد الأساسي قانون أساسي الاتحاد اللي بيقولوا الأحداث إن حضرتك قبلت أن تعين أمين عاما بدعوة موجهة من نقيب الأردن الذي انتهت وليته ولم تكن صادرة عن الأمين العام في الاتحاد في ذلك التاريخ اللي هو أنت قلت تعليق خمستاشر فكيف كيف هذه الازدواجية أنك أو أنكم تدعون أن الاجتماع الذي أقريتموه بلا اختار ولا إعلان مصر ولا لنقابة مصر نهيك عن المنقشة التي تحدثت عنها دون أن تكون الدعوة صادرة من الأمين العام وتقبل أن تكون أمين عاما بناء على هذا الإجراء الباطل طيب إذا كنت قبلت ما واجه بقى أنك أنت بتعترض الآن على الدعوة الموجهة من الأمين العام قبل قبل يعني أن تتفضلوا بما أسميتموه سحب الثقة بإجراءات باطلة تعترض عليه بقالت أنه لم تستشر أنت الأمين العام الحاجي للاتحاد وهو السابق وبأساس أنه لم يجري مناقشة مع الأمان العام ولم تجري ولم تجري مناقشة مع النقابات الفرعية هل سيادتك ناقشت نقيب مصر وهو رئيس الاتحاد هل سيادتك أخترتم نخابة مصر ونقيب مصر وهو رئيس الاتحاد وإبداء الرغبة هذا بقى بقت مصر اللي على المحاق يعني أول الأصيدة كفر أول الأصيدة كفر بيقول برضو من أسباب بطلان هذه الدعوة أنه لم يتح لكل النقابات الفرعية متأسف لكل النقابات في الاتحاد أو العرب أن يبحثوا مكان المكتب الدائم أن يكون في مصر أو في غير مصر وعلى هذا سيادته بإرادته المنفردة ودون الرجوع إلينا ولا ناقش مع النقابة المصرية بلاش رئيس الاتحاد وإنك بتلغي هذا الاجتماع المزمع عقده لمصر في الأسبوع الأخير من ديسمبر في شرم الشيخ سيادته بقى بيستطلب فيقول لذلك تقرر اسمعوا يا أسد لكم أنا هقتصر فقط على هذا الخطاب تقرر إلغاء إنعقاد المكتب الدائم في شرم الشيخ في موعده المحدد في شهر ديسمبر واتخاذ واتخاذ قرار من الأمان العام بعد التشاور مع النقابات العربية طبعا مصر لا لمصر بقى تلمطية بقى عشان اللي بحركك ضحى بمصريته ضحى بمصريته وجعل مصر تلمطية مع النقابات العربية لغايات تحديد مكان وتاريخ انعقاد المكتب الدائم يعني شيل مصر بقى شيل مصر وانتو بقى لسه ومن غير ما شاورتنا ولا نقشتنا زي ما بتقول أنه واجب انت بتلغي وبتقرر وبتقول إنه هيبقى ايه اجتماع احنا هنجتمع ودون أن نشاور نقابة مصر اللي هو نقبها رئيس الاتحاد نسحب منه أو من مصر المؤتمر الذي تبنت مصر الدعوة إليه من أول شهر نوفمبر الماضي وبقيت الكلام واتخاذ قرار من الأمانة العامة نشوف مين من النقابات العربية طب وإحنا مش نقابة عربية طب بلاش أنه اللي محربت وزأت بلاش أنه يعني باع مصري هو هو احنا مش نقابة مصر نقابة عربية هل سيادتك شورتنا فيما تفعل هل أعطيتنا الحق حق مصر التي قام الاتحاد على أكتاب يا وإنك تسمح على الأقل مش عيب برضو كده وهل السادة الأساتذة الأجلاء النقابة العرب جميعا هل تقبلونا بهذا التصرف السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء المكتب الدائم للمحامين العرب هل تقبلون هذا التصرف وهل يمكن أن يؤدي هذا إلى جمع الصف أم أنه يصدر بلا رعاية على الإطلاق لما يتوجب أن تكون عليه الأمور حفاظا على كيان الاتحاد وحفاظا على المبادئ التي تجمع بين أعضاء الاتحاد للقيام بالرسالة المقدسة المنوط به القيام بها فرق بقى بين أو بين مصر وبين هذا اللغو وهذا العبس أنا كان سهل قوي ألا أعتد بهذا الخطاب لأنه صادر أولا ممن في رأيي أنا لا صفة له اتنين أنه تضمن أخطاء فادحة عشرت إليها يعني وأنا أقرأ هذا الخطاب كنت أستطيع أن أفعل هذا ولازلت أستطيع ألا ألتفت بتاتا إلى هذا وأنادي وأقول أن المؤتمر سوف يعقد في شرم الشيخ في معادة لأن هذه الدعوة ممن لا يملك ولا صفة له وأنها بطلة وتحمل تاريخ 29-11 وتسلم إلينا 13-12 هذا سهل جدا لو أنا سأجار هذه الرغبات والتصرفات الغير مسؤولة التي تدمر اتحاد المحامين العرب هل هناك من يسعى لتدمير الاتحاد على جثتي وليذهب الاتحاد إلى الطفن هل هناك من يدبر لنقل مقر الاتحاد من مصر بلده إلى دولة أخرى هل هناك من يدبر ضد مصر وينتزع نفسه من مصريته لتحجيم دورها انتصارا لأغراضه وما يريد لن أجيب أنا ما حترك لحضراتكم جميعا وابلغ الجمعية العمومية للمحامين المصريين كي ما يكونوا جميعا على بينا مما يجري ولأني طالب وحدة ومؤمن بقول الله سبحانه وتعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق فأنا معتصم بحبل الله ولن أكون سببا في الفرقة وعلى هذا أنني ليس قبولا للدعوة الباطلة وإنما رعاية للمصلحة العامة للاتحاد وللأمة العربية جميعا التي نحن جميعا جزء منها أن لا نكتمع في هذا الجو المشحون الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد وتكريس للفرقة التي تبثها هذه التصرفات الغير مسؤولة أعلن لكم وقلبي ينبض دما أننا قد أجلنا اجتماع شرم الشيخ كي ما أتيح لكم أنتم الأساتذة الأجلاء النقباء العرب وأتيح لكم أنتم الأساتذة الأجلاء أعضاء المكتب الدائم أن ترأبوا هذا الصدع الذي يهدد بنسف وتدمير اتحاد المحامين العرب والله سبحانه وتعالى من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر